مش مع الاهانة مش مع الاهانة لكن انت عملت كمان موقف مهين في برنامجك اللي لها مع هاني مع مين لما استضفت خروف في الحلقة ودخلت خروف للبلاتو بستوديو البرنامج لديكور البرنامج وبعدها قلت ان البرنامج توقف لانه خيرت الشاطر هو اللي وقف البرنامج يعني الشك الاول ان انت قريدي جبت خروف وانت بتقول انك رفض الاهانة والشك التاني انه خيرت الشاطر القناة دي بتنتمي للسعودية لا لا يعني لا انت فهم الموضوع غلط بصي با لما جيه الخروف جابه معاما مدوه حمزة مواند اسم مدوه حمزة هو دخل بهدية الخروف هو على علم انه عايز يتكلم ان هذا الخروف سمعا وطاعا كلنا على علم هو على علم واحنا كلنا على علم وانا مقولك وانا مش على علم انا ما ادعيتش ان انا لا بس استعبطنا كان في استعبط لكن قوليلي هل كان فيه اهانة مباشرة هو فيه اهانة مباشرة اكتر من كده ما هو مبدأ الاهانة مبدأ ما هو يعني المبدأ مبدأ احنا تعملنا مع هذا الخروف ازاي انت شفتي حلقة وقتها طيب сх 듣نا خروف احنا نتعملنا مع هذا الخروف على انه خروف ايوه انا فكل ايوه عايز تقولي اهوام كان ممكن نتضرب بالنار انت متخيلة ايه يعني كنت بتتهدد علي شاشات ايه بطبع ignor mínور وما جيبتوش ليه طيب امه المهم ابقى اجبهالك شوفنا كتنه يمكن تكون معكم انتنا على عناير ما بس اللي أنا دي زكريات دلوقتي اللي أنا عايزة أقولك أنه لا أنا مكنتش يعني كان ممكن تضيف يسبب إهانا كويس أنا أخدها أحطها أنا أخدها وحطها لكن إحنا كبرنامج لا كان فيه رسالة وكان فيه فعلا زي ما تقولي حق الصد كان فيه حاجة ضد حاجة غلط حاجة هتودي البلد في داهية طب ليه وقف؟ ليه ما استمرش؟ ما أنا لأنا قلته صح أنا لأنا قلته صح خيرت الشاطر وسعودية؟ لا مش السعودية خيرت الشاطر أمر بغلق هذا البرنامج بأي ثمن إحنا وصل بنا الأمر أن كان فيه ممكن الناس تنوت طب هو كان بيأمر بغلق برامج كتيرة جدا بصي بقى الكلام اللي أقولهولك ياريت يتزيع زي ما بقولهولك كده أكيد سبب وقف البرنامج حلقتين حلقتين حلقة الناس الدغيدي قالت فيها أن خيرت الشاطر شبه أبو لهب فالراجل شاط وعرفنا النشاط لأن بعديها هجوم حصل في القنوات بتاعتهم 25 ومش عارف الحافظ وحاجات يعني القنوات بتاعتهم كلها هجوم غير طبيعي والست اللي مش عارف إيه مع الراجل اللي اسمه إيه مع اللي مش عارف إيه عملوا إيه إنه مش عاجات دي كلها وإنت فكرك هتعدي وإنت فكرك مش عاجات زيه بيني وبينك إحنا شفنا الهجوم الغير طبيعي ده وابتدينا الحس بقلق لأن صدر منهم تهديدات غير طبيعية في حلقة تانية بقى وهي اللي جابت الحكاية على الآخر لما استضفنا الشيخ ياسر برهامي كان فيه خلاف شرس ما بين الإخوان وما بين السلافيين جه الشيخ ياسر برهامي عندي في البرنامج أبدى حسن نية وإن ما فيش أي قلق والسلافيين ناس بسطاء والناس مش عارف إيه والبتاع والحاجات دي واللعب اللي بيحصل ده والبتاع والحاجات دي كلها خدوها بقى كل ده خدوها عليهم هم أي كلمة حلوة قالها كانت الحكاية يبقى ضد الإخوان وقامت حرب غير عادية وقاعد يقولوا إزاي ياسر برهامي يطلع في البرنامج كلام كتير جدا جدا إحنا شفنا بقى الويل وهجوم هجوم 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 لغاية التهديد ما وصل همهو كان فيه تهديد يعني أعلمين كتير جدا برامجة أمر بابا بتقولي إزاي خيرت الشاطر يأثر على السعودية الحاجة مش في السعودية أنت لو تعرفت السعودية عملت معنا إيه والإم بي سي عملوا إيه الإم بي سي رفعت قضية مش قضية قضايا لوقف هذه القنوات ووقفت ضدهم لغاية النهاردة في طعن على الحكم بوقف قناتها طب ما راجعوش البرنامج تاني ليه لأ ده أنا أقولك إحنا اللي خدنا القرار بقى نجتمعنا على طول فورا إيه اللي ممكن يتعمل إحنا عملنا رسالتنا اللي جاي موت اللي جاي موت بس بيقال إن البرنامج خلص لما عقدك مع إم بي سي خلص سواني سواني إحنا قلنا كده إحنا قلنا كده الوجه البيبي فيس اللي وراه حاجات كتير بس أنا أتبكلمك بصراحة الموضوع النهاردة خلص بس النهاردة الإم بي سي والسعودية عملوا إيه رفعوا لي قضايا وصرفوا على المحامين ولغاية النهاردة هم طعنين وهما لغاية النهاردة بيدفعوا مين اللي دافع المصاريف دي كلها؟ هي الإم بي سي هي اللي دفعت عن هاني الرمزي هي اللي وقفت قناة الحافظ هي اللي خدت أول حكم الإم بي سي هي اللي خدت أول حكم بغلق القنوات ديت واسألي مكتب الأستاذ سروط المحامي وشوفي الإم بي سي عملت إيه لغاية النهاردة بتصرف مش تقول ليه ليه يتفقوا مع خارة شاطر خارة شاطر ما تفقش معاهم لا يمكن كانوا يجتمعوا مستحيل اللي أنا بقولهولك هو الصح وهو ده اللي لازم أنت تعرضيه ولازم ناس تبقى فاهمة كويس قوي البرنامج وقف إزاي اجتمعنا كلنا في الماريوت في فندق الماريوت اللي جاي يا جماعة موت أنا لن أتحمل إطلاقا إن ممكن رصاصة تيجي في أي حد لن أتحمل في ناس سابت بيوتها في أعلمين سابوا بيوتهم عاشوا في أماكن تانية يعني احنا كنا بنروح للسدوهات متخفيين انتوا بتعرفوش إيه اللي عد علينا في حاجات كتير جدا أنا أتعلق لي بتاعة تمثال كده القراجوز ومش القراجوز والبتاع الحاجات كنت أنا وباسم ومش عارفو وعمر أديب وإبراهيم عيسى وناس كتير جدا يعني شفنا حاجات ما شفنا هاش وتقال علينا كلام عمرنا ما كنا نتخل نحن نسمعه حاجات في تاريخنا وفي شرفنا وفي انتماءاتنا وفي وطنيتنا وفي كل حاجة يعني تبهدلنا بهدالة غير عدد أيام إن شاء الله ما ترجع لكن ده حصل بإيه حصل باتفاق وقلنا هنطلع بآخر حلقة آخر حلقة قلت فيها إيه آخر حلقة درسناها كويس جدا جبنا كل سقطات محمد مرسي وكل سقطات الإخوان وكل الوزراء الإخوان وقلنا جملة أخيرة إن إحنا دخلين على تلاتين ستة